اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعليم الفيرفايتينج معاكم المهندس إبراهيم البدوي كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن أنواع السبرينكلرز هنا في منها البندنت اللي هو برش المياه اللي تحت وفي منها الابرايت اللي هو بيكون السبرينكلرز يركب فوق المصورة ويكون منها في منها السايد فيو وبعد كده اتكلمنا عن طبقا للاستخدام قلنا بيبقى فيه حاجات سبيشال في السبرينكلرز زي وده عشان ده بيركب في المعامل لأنه بيبقى مقاوم للأكسادة بيتحمل الرطوبة والبخار والمواد الكيميائية وبيكون مطلة بمادة من فاشنك تطلع عليها في منها الدكوراتيف اللي بيستخدم في الأماكن الديكورية في منها اللي بيركب فيه راكات التخزين وان ده بيتمازل ان هو بيكون له غطاء جانيب كده عشان ما يتقصرش بالمية اللي نازلة من فوقي او اللي جاية من جنبيه بحيس ان هو ما يبرد ليش البالب اللي هي موجودة جوه بعد كده قلنا ان السبرينكلرز في منها نوعين في منها ميركري بالب اللي هو اللي قدامنا ده بحيس ان هو لو درجة حرارة الزئبق اللي جوه ارتبع بيكسر الازازة فبتندفع المية في نوع تاني اسمه الفيوزابولينك طيب وده بيبقى فيه مادة وهنا قابل الانسهار اول ما توصل لدرجة الحرارة الانسهار بتاعتها فبتنصهر فبتندفع المية وتطلع قلنا الايه هي مكونات السبرينكلرز بتاعنا بيتكون من دال باضي بتاعه تحت ده اسمه استريديد اللي هو فيه الالووز والفتحة اللي بيطلع منها المية ده اسمه الميركري بالب اللي بتحتوي على المادة اللي بتتأثر به الحرارة قد يكون ميركري بارب وقد يكون اه فيوزابول لينك اه طيب وده الدفلكتور اللي هو بيبتد ان هو يرشلي اه يوزعلي المية في المكان بتاعي اه لو احنا بصنا البالب دي هنلاقي ان هي في منها الوان طب ايه الوان دي بتعتمد على ايه الالوان دي بتعتمد على درجة الحرارة فلو انت لو احنا رحنا للكود ونبتدي نبص كده في جدول زريف اسمه تمبريتشار ريتنج تمبريتشار ريتنج تمبريتشار ريتنج وي كلاسيفيكيشن والكالر كودينج كلاسيفيكيشن اند القرار بيقولك ان دي درجة الحرارة بتاعتك بيقولك ان درجة الحرارة من 7 دي درجة حرارة الغرفة بتاعتك بيقولك لو درجة الحرارة من 57 ل 77 سيلزيس الكلاسيفيكيشن بتاع درجة الحرارة انده طبيعي اردناري الكلار كود بتاعك اما ان البلب دي بيكون لونها اورنج او بيكون لونها هرد من 57 ل 77 فاحنا لو بصنا هنا كده دولة هما الاثنين البلب بتاعنا بيقولك ان اللون الاورنج الاولاني ده بينكسر عند 7 و 50 سيلزيس واللون الاحمر ده بينكسر عند 68 سيلزيس تمام طيب بيقولك من 79 ل 107 تمام يعني ده مومج دي عند 66 فده مثلا بيستخدم في الاماكن اللي هي مثلا فيها تكيفات ده بيستخدم في الاماكن اللي هي ما فيهاش تكيفات ده مثلا يستخدم في المطابق مثلا لان درجة الحرارة فيها بتكون مرتفعة تمام من 79 ل 107 الحرارة دي ككلاسف كشة بسماء انترميديات او متوسطة وفي الحالة دي بيستخدم بالب بيكون نوعها يلو او بيكون نوعها جرين ادا اليلو ادا الجرين فده بينكسر عند درجة حرارة 79 وده بينكسر عند درجة حرارة تلاتة و تسعين بعد كده بيقولك من 121 ل 179 بيعتبر ان temperature classification بيكون هاي والبالب بتاعتك بيكون لونها ازرق اهي اللي هي دي يقولك ان البالب دي بتنكسر عند درجة حرارة 141 سليزيس تمام بعد كده من 193 ل 163 ل 191 ده extra high temperature classification وتستخدم لها جلاص بالب بيكون لونه بيربل او بنفسجي فهو عندنا ده بينكسر عند درجة حرارة 182 يبقى كده ده ال color code بتاع ال sprinklers اما تمسك sprinklers في ايدك كده وتشوف البالب بتاعه من خلال اللون بتاعه بتقدر تعرف ال classification color وتقدر تعرف temperature classification كمان في نفس الوقت بتاعك وطبعا الاختيار بيكون بتبقى على ال application بتاعك اللي هو في المكان دلوقتي احنا كده يعني مناطبر خلصنا مقدمة كده عن وانواعها وال color code بتاعها يعني لو رجعنا كده نبص بصة سريع احنا اتكلمنا هنا عن color code اللي هو بيبقى موجود في بتاعت كنا اتكلمنا عن مكونات عن المادة اللي بتنكسر او بتنصهر اتكلمنا عن انواعها من حيث الشكل والتركيب انها ما تكون بندنت بتبقى تحتها وانها تكون ابراج بيبقى بوزها اللي يم فوق وبتكون فوق المصورة وبين المصورة والسفقة وانها تكون صيد ولا بتصودها في الاماكن الدكورية ممكن انها تكون مضادة للاكسدة وبتركب في المعامل الكيميائية ممكن انها على حسب الدكور اللي هو موجود عند بيبقى في منه اشكال ممكن انها تكون اللي بتركب في الركاد بتاعت التخزين في المخازن ويقل هناجر تمام هي من النوع الاوتوماتيك من النوع الاوتوماتيك طيب عايزين نبص على للسبرينكلر احنا هنتكلم عن كل جزء في ده بس ايه ده نجاب الصورة دي من الكود نفسه السبرينكلر في الان اف بي اي تلاتاشر الان اف بي اي تلاتاشر يتحدث عن السبرينكلرز فقط سبرينكلرز تمام طيب ده خط المية ده خط المية العمومي اللي هو بيبقى جاي من البلدية من المدينة تمام بيدخل بتلاقي عندك فيه هنا المحبس بتاعك بتقفل بالمية او بتفتح عن دي الزونة بتاعتنا المصنع بتاعنا او المخزن بتاعنا او البيت بتاعنا تمام طيب عندك هنا ده برضو بيسموه او حيث ان انت ميتك لو انت فيه ضغط مية جاي في الشبكة من عندك من جواه ما يبقعش ويدخل على شبكة المدينة بتاعتك المحبس ده بيستخدم بايه بيستخدم فيه فصل ووصل المياه او بيستخدم بريفل علشان لو احنا عزل نعمل صيانة في الشبكة بتاعتنا تمام طيب بتبتد المية انها تدخل عندك بالشكل ده عن دي اسمها لو انت قفلت المحبس ده مثلا بيقفل لك عن الاتنين زونة دول لو انت قفلت ده بيقفل لك عن الزونة دي بس لو انت قفلت ده بيقفل لك عن الزونة دي بس فادي طيب مثلا لو انا هعمل صيانة في المنطقة دي بنقفل دي بس فما امنعش المية عن الزونة دي لو هعمل صيانة هنا بقفل هنا بس عشان ما امنعش المية عن الزونة دي بتبتد المية ان هي تدخل عندنا في الشبكة بتاعتنا عندك هنا ده ووتر تانك ووتر تانك بتبتد ان احنا ان انت تملاه مية وبتكون دي مية علشان اللي لو حصلت حريقة يبتد ان هو ياخد منها ويدغط الشبكة ويشغل مجموعة طب ايه اللي بيضغط عندنا ايه البامب دي بتاعتنا دي ناحية ما شوف دي ناحية فبتبتد ان المية تبتدى تطلع من هنا كده برضو عندك هو مقسم بالبطل الزونات بتاعتك بحيث ان انت لو عايز تقفل، هدي تقفل المية عن كله تقفل وتقفل عن هنا تقفل وعايز تقفل عن هنا تقفل بدأت الميةو التأقت Här وبعدين تبتيت ان تدخل alan�� اللي لا تدخل شبكة باله فاير دبروت windshield او اللي احنا بنسميها وصلة السياميز. اه لو انت مية المدينة مقفولة والخزان بتاعك فاضي او بدأت انك تستهلكه او الحريقة قامت لها فترة بتيجي عربيت المطافي. اه بتيجي عربيت المطافي. اه بتيجي عربيت المطافي. وتيجي موصلة الخرطوم بتاعه هنا. بتبتدي انها ضخ مية في الشبكة برضو. تمام? بعد كده ده الريزة بتاعك. بيقولك وتر فلو الار مظالب. بتركب هنا حاجة اسمها اه فلو سويتش. بيحس بالمية وهي دخلة. فلو حصلت حريقة او سبرينكلر اتكسر في المنطقة دي. السويتش ده هيحس باندفاع المية جوه. الموصلة ان المية مشى فيبتدي انه يديك الارم يقولك لا ده في حريقة في الزونة ديت. تمام? ده بتوصل على الفاير الارم. ده الفيدر مين? ده المين فيدر بتاعك اللي هو خط التوازيع الرئيسي بتاع المبنى وبرضو بنستخدمه كرايزر. يسمى كرايزر. بعد كده المية تبتدي انها تدخل في الشبكة بتاعتك. وبعدين تبتدي انها تتوزع على الرشاشات اللي هي موجودة عندك. ده الخط الرئيسي ده بنسميه المين فيدر بنسميه المين فيدر. الخط الجانيبي ده اللي احنا بنوصل عليه البرانشات الجانبية. يبقى البرانشات اللي هي بيركب عليها الخط العراضي ده بنسميه هو بياخد من المين فيدر ويوزع للبرانش لاينز. آآ بتبتدي ان يوصل المية وتتوصل على بتاعتك حصلت حريقة بيتكسر بيبتدي ان هو يرش مية. طيب المية بدأت ان هي تسحب من الشبكة بتاعتك. ايه اللي بيحصل? ده بيحس ان في مية تسحب من الشبكة يبتدي يديك انظار ويقولك ان في حريقة في المكان. هتبتدي انك تمشي كده. لو شبكة المدينة آآ الضغط بتاعها كويس جدا. فانسياب المياه المياه هنا. هيتبتدي ان هو يتعود بالضغط بتاع شبكة المدينة. لكن لو شبكة المدينة ضعيفة والشبكة هنا بتدهت انها تحس بانخفاض في ضغط المية. هتبتدي البمب بتاعتنا ان هي تقوم وتبتدي انها تاخد مية من الساقشان تان كده. وتبتدي انها تضخ في الشبكة وتعود الضغط اللي اللي عندي في الشبكة لحد ما تيجي برضو عربية المطافة تبتدي انها توصل على وصفة السياميز وتبتدي انها تضخ في الشبكة بتاعتنا. ايه اللي انا عايزك تعرفه من الفيديو ده انك تفهم التيبو كومبليت سبرينكلر سيستيم. دياجرام او تبوكة كومبليت سبرينكلر سيستيم. ان انا اه شبكة. اله بيتركب على برانشات فراعية بتسميها البرانشات دي اللي بيركب عليها اله. البرانشات دي بتركب على خط. سب مين بنسميه الكروس مين لاين الكروس مين لاين بيتغزة من المين فيدر بتاع الدور او بتاع الزونة المين فيدر بيتغزة من الريزر الريزر عليه في لو سويتش عشان يعرفك ان في حريقة في الزونة في الزونة دي كده بعد كده الريزر بيتوصل على وصلة السياميز بحيث ان انت لو جاءت الحماية المدنية تبدأ ان تدخلك في الشبكة من المنطقة دي بيركب حاجة اسمها زون فالف بحيث انك ممكن تقفل مميه عن الزونة دي عشان لو انت عايستعمل فيها سيانة بتبقى موصل على شبكة المدينة بحيث انها تعوض لك الضغط اللي بينقص عندك في الشبكة لو شبكة المدينة ما يدريتش انها تعوضك المضخة او من مجموعة الفايرفايتنج هنا مجموعة المضخات بيبقى فيه بريشر سويتش او بريشر سنسور بيحس ان الضغط عندك ألفة بتقوم مجموعة المضخات بتقوم عشان تعوض لك الضغط اللي موجود في الشبكة منين من خلال خزان عندك احتياطي فيه مياه خاصة بالحرية شكرا ما شكرا لك في القناة اشتركوا في القناة